النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون تقصيل امتداتها حتى البلقان والجزر اليونانية وعموم الأراضي التركية من المتوقع أن تعمق في أجوال البحر الأبيض المتوسط تحرك شرقين تعمق في أجوال مناطق ولا تشهم خلال ساعات نهار اليوم الأحد ليتشكل على إثر ذلك مخفض جوي سطحي بحل بناء على هذا تحديد توزيع ضغوط الجوية في طبقات الجوي كاف فنتوقع بإذن الله تعالى أن يكون تقصي اليوم الأحد صيفيا مشمسا معتدلا يتحول خلال فترات ما بعض الظاهرة إلى غائم جزئيا مع فرص أنطار الرعدية على مناطق ساحلية قد تمتد هذه البؤر الرعدية باتجاه مناطق إدلب وحلب خلال فترات ما بعد الظهر وقد يمتد خلال فترات ما بعد العصر باتجاه مناطق شمال شرق حلب إذن الحالة قد تصل إلى مناطق إدلب وحلب خلال فترات ما بعد العصر وقبل المساء على شكل بؤرين رعدية وخاصة مناطق الشمالية هذه البؤر تكون غير عامة على مناطق دون أخرى قد تترافق مع تساقط لحبات البرد تسجل درجات الحرارة 33 درجة مئوية نهارا تنخفض ليلا إلى 21 درجة مئوية وتكون الرياح قوية نسبيا عندها 30 كم في الساعة في حين ننوح أنه قد تنشط الرياح بقوة أثناء العواصف الرعدية على مناطق الجبلية وعلى أقصى شمال غرب البلاد وذلك بفعل التيارات الهابطة بالنسبة لطقس الاثنين سيكون بذن الله تعالى صيفيا مشمسا مستقرا مع انتشان ضعيفا لبعض الصحب على مناطق الساحلية ترتفع درجات الحرارة تسجل 34 درجة مئوية نهارا تنخفض ليلا إلى 21 درجة مئوية وتبقى الرياح غربية نشطة عند 30 كم في الساعة نهار الثلاثة أجواء صيفية مشمسة حارة نسبيا تغالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل 35 درجة مئوية نهارا تنخفض ليلا إلى 20 درجة مئوية وتبقى الرياح غربية نشطة عند 30 كم في الساعة في التوقعات متوسطة وبعيد ما تتوقع من الله تعالى أن تغالي درجات الحرارة ارتفاعها تبع المساعة نهار الأربعاء ليكون التقس نهاية الأسبوع حارا بوضوح مع درجات حرارة دون الأربعين درجة مئوية في المناطق الداخلية تعود درجات الحرارة وتنخفض مجددا نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى هذا كان كل ما يتعلق بتطورات حل الجوية لقادم الأيام استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته